الخوط الفرنسية ايه انواح؟ لان ده سؤال كتير فيه انواح كتير اوي اوي موجودة في الاسواق الطبية يعني بتتكلم فيها لكن هي تطورها كان اول واحد اختراحها كان واحد روسي واختراح هذه الخوط وكان من مادة اسمها البرولين مشكلة المادة الاسف هي دي المادة اللي بتستخدم دلوقتي الكوريين بيستخدموها والصين بتصدر لنا بعض الحاجات منها المادة جميلة جدا طلع نتائج كويسة حقيقة بس مشكلتها الرئيسية ان هي نشفة البني ادم دايما او الست دايما بتحس ان في حاجة تحت الجلد عندها وده بدايئة كتير فالجماعة في فرنسا وفي امريكا ابتدوا خدوا الفكرة سرقوا الفكرة وابتدوا يطوروها يطورو بشكل ادق وشكل احسن وابتدوا يستخدموه مواد اخرى بتكنولوجي اعلى بحاجات اعلى وابتدوا يستخدمو مادة سيليكون بدل ما يستخدمو مادة البرولين وكمان في الجماعة في باريس وفي برازيل اخترعوا كمان حاجات بمادة اسمها الفكريل المادة دي بتدوب بعد خلال ستة شهور بتبتدي الدوب فابتدى تأثيرها كمان يتحسن اكتر وقت فاذا القصة كلها ان النوع المستخدم يفدنا في ايه يديني شكل في ايه وفكرة الخطوة الفرنسية كلها ان هي بتزيل الترهل اللي موجود الترهل ده بيكون موجود فين ياما كسرتين اللي عند الخطوط ياما فيه حتتين تحت كده بينزلوا ساميهم ماريونيت لاينز والسادلوك اللي بشكل الناس مبوس كده كنها نازلة حتتين كده الحاجات البداية ستات قوي 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 معنا تصال الاول من بني سويف مين قالوا عامل وشه ازاي ست الكل يا فاطمة الحمدلله يا حبيبك ابني شغال لحام اللحام عمل وشه وقاعد يلحم من صورة كده فالوشه وجع منه المهندس اه الاسر علي ان هو يلحمه يعني من غير وش لحمه بالنطار اللحام اكل وشه كده يعني وشه احمر بجاو كده وحاسب بسخونة طالع منه ده بقى لعدة ايه فاطمة بس الثوت اه غالبا ان الخط اتقطع حاول التسلي بينا تاني يا فاطمة ووضح ان ده حرق في الوجهة فاطمة لازم نفهم التفاصيل اكتر ودرجة الحرق ايه او هو من درجة الاولى ولا من التانية ولا من التالتة شكله ايه وعشان نعرف تأثيره ونعرف ازاي هنصل بالكلام ده لاحسن صورة ان شاء الله ارجوك عاول الاتصال بينا عشان نعرف نساعد حضرتك او حتى ندخلك في العيادة المجانية لو كان هياك مش قادرة تعالجيه يعني احنا في خناة الحقيقة نقدر نعالج حضرتك لاج مجاني حاول اتصال بينا مرة اخرى ان شاء الله طيب احنا كلنا نتكلم على الخوط وتتكلم على انواحها وقلنا ان هما تلات انواع من حاجة مصنوعة من مادة البرولين ولونها ازرع وتبقى ناشفة شوية وحاجة من مادة الفكريل ودي مادة بتذوب لوحدها بتاخد في حدود الست شهور وتذوب ومادة السيليكون وهي دي الخوط الفرنسية يعني الخوط الفرنسية اصلا هي من مادة السيليكون فكرة مادة السيليكون بتدينا اكتر مرونة اكتر في الخيط بحيث ان لما ندخلها في الوجه السيدة اللي عاملة الكلام ده متحسش بحاجة في جسمها غريب لانها بتتحرك مع حركة الوجه وتعابير الوجه هي من الحاجات المهمة اهم حاجة في الخوط الفرنسية أنها بتزيل التراهل بتضيع التراهل الموجود في الوجه وكمان ميزة الخوط الفرنسية أنك ما تحسيش بها لأن الوجه ده مليان تعبير فأهم حاجة أن تعبير الوجه ما تروحش أن الزعلان يبني أنه زعلان وأن اللي مدى يبني أنه يدى وأن اللي مبسوط وبيضحك يعرف يضحك المشكلة دايما في الخوط الفرنسية أنه إحنا بنمنع حركات الوجه العنيفة والمدغ العنيف لمدة 24-48 ساعة لما الخوط تستقر في مكانها وبعد كده تمارس حياتها بشكل طبيعي الخوط الفرنسية لما بتتعامل عشان الناس اللي خايفة منها قصة ولا أي حاجة يعني إحنا بندي موضعي نقطة كده مطرح دخول الإبرة عشان الإبرة ما تشكيش وهي دخلة والإبرة بتاعتها رفائعة يعني تقريبا قد إبرة الإنسلين كده أو في رفع إبرة الإنسلين عشان ندخل بس بها الخيط لا تترك أي أثار لا أثار لدخول ولا خروج زي ما الناس متخيلة لا ما فيش أثار أصلا لأن إحنا عارفين أن إحنا شغالين في الوجه فالفكرة كلها أن إحنا دايما ما عندناش أثار في الوجه أو دايما إحنا بنشتغل بنخلي ما فيش أثر للوجه حتى في عمليات جراح شد الوجه إحنا الأثر دايما بمستخبه وراء الودن وقدام الودن ترجمة نانسي قنقر